اشتركوا في القناة يعطيكم العافية شباب مكم توني نصرلة فيديو جديد على قناتي اليوتيوب Learn Civil 3D By Tony Nصرلة في هذا الفيديو سأخبرنا عن شيء المشاهدين قبل حتى اليوتيوب قليل هو موجود هو How to Project Objects على Section View ومثلات مختلفة يعني أنا مثل هذه الحالة اللي عندي إياه هون بعت لنا إياها الزميل قازم شرف الدين مطلوب منه بعد ما عمل رفع مساحي وتوبوغرافي لهيدا لهيدا الشغل طبعه كله سوافي على شمال واليمين في بلدينز في سايد ووكس في كذا فيتشر شمال ويمين انطلب منه يعمل كروس سكشن بهيدا الطريقة وهذه الطريقة اللي هو عنده الـ Existing Ground إذا انتبهتوا العونين اول لون هو هون بالغرية اللي هو اخذ الزفت والتاني Existing اللي هو مخص بالزفت بس هيدا اخذهم على كروس سكشن واحدة ما عمنا نحن هون إلى Top Surface ولا عمنا Assembly ولا عمنا شيء ومطلوب منه كمان نزل سلوبيات على الـ Existing Ground ومطلوب منه وين عنده بلدينج يبين اللمت تبع البلدينج على كروس سكشن بادي الطريقة كيف تنعمل خلينا نبدأ سواء يا شباب هذا الزميل كازم شرف الدين انا كل اللي حاجتوا منه هو الـ Lines والـ Drawings اللي هو رسمهم ما أخذت الـ Points ما أخذت شيء جيت عملت لهم copy paste لعندي له حسنا هو قد بعت لي فايل CSV لنا هلا في كذا طريقة لنقدر نقسم الـ Existing Ground للونين أنا رح أستعمل طريقة اللي هي بتقدر تستفيدوا منها لنشمول الباندريز نجعكم نحكي عنها كيف كمان أقدر أعطيها ألوان خلينا نبليش فأزان هيدا الفايل اللي أنا بدي أشتغل عليه محضره بيجي عن هون على Surface بلو Create Surface أول شي بدي أسمي Surface هي Asphalt يعني أنا بس بدي أشتغل على الأسفل بدي أطلع لي Surface للأسفل بلو أن أعطل هو بعت لي Points File CSV بال Points أنا رح أعمل من الأسفل From File ما رح نزل Points على drawing ومنهم أعملهم Surface بيجي أنا على Surface بس اللي عملتها اللي هي أسفل بيجي على Definition بيجي بالله من Point File Add ما حني عندي يوان بالDownload اللي هني نسمي ليه هو Corrected Data أوكي بنزل هون بحط الفورمال اللي أنا شغل عليها اللي هو Point Eastern North Descriptions وباللو أنا أوكي نزل لي Surface هو إذا منتبوص عليها هلا نجي بنعمله Object Viewer هادي هادي السورفاس اللي نزل ليه طب أنا هادي السورفاس بدي إياها بس تنتي عطرف الزفت شمال ويمين أنا كيف بدي أعمله كتير سهلي أنا عندي هادي أجي اليمين طبع الزفت هادي عندي أجي شمال طبع الزفت وهو مبلش معي من هون بجي بعمل line PL يعني اعتبر عملت أنا PL من هون وأصمت هون Party Match Property مثل هيدا اللي ده الله نحصل له اوكي أنا لكل خبري بدي أطلع polyline بالقطل كل الزفت اوكي هلا هيدا polyline مكفى معي من هون لا ملنو مكفى وهيدا polyline ويقف هون فأجينا هون أحو هيدا هون ما عندك بجي بعمل PL اوكي مفروضكم نحضرون لنختص الوقت بس أنه يلا سبب مش الحال مقه هيدا مع هيدا هلا اللي بجي بعمل بعمل له join هيدا مع ها مع ها مع ها بجي بتطلع أخذي تاريخ اوكي بقي عندي هون كمان بدي سكره من هالمايلي من هون هالمايلي من هون حتى ما ضيع بعمل copy copy polyline copy لهيدا بسحبهن على جنب وبعمل له باوندر يتحد وبطلع فيه لفوق بجانا بعمل enter بعمل كليك هون سر عندي هيدا بعمل له موف هيدا نطلبه وبيخذو مثلا هاتف من هيدا الزاوية من هون بطلع بحطه هيدا هيدا ال polyline لا كو هينو كل شي تحت منه خلينا هلا نشيله erase هوني هيدا نعمل له سلاك نقل له erase فهذا ما بقي عندي هيدا ال polyline هو لقتلي طرف الشمال يزفته كل شي بجي هلا على surface اللي أنا عمله اللي هي سميته Asphalt بيأتي على Definition بيأتي على Boundaries بيأتي على Add عبدالله أنا هوني Outer Outer يعني كل شي Out of the Polyline اللي أنا بدي أعمله Select ما بديه بيأتي على OK بيأتي Select Object هيدا ال Object عملت له Select شو صار؟ عمل Trim لل Surface برات ال Object بقت عندي Surface هي تبع الأسفل بعمي عليها Select لنشوف إذا مضبوط مثل معنا عم بحكي بعمل له أنا Object Viewer وخيلا نشوف فإذا هيدا Surface تبع الزفت الحين لا عم بقصمة بجعب بكرر عم بقصمة لأنه أنا بدي أعطيها لونين بدي أستعمل هلأ بال Sample Line اثنان Surface كل Surface بدي أعطيها Style بلون معي فإذا هيدا هيدا أول Surface خلصت خليني هلأ أعمله Export لبرا لل Surface وعمل Surface تاني بهالطريقة كمانا عم نتعلن كيف نعمل Export ل Surface فأزن أنا هال Surface المعي يصبح اسمه Asphalt بكبص عليها بعمل راتتي بلو Export Land XML بيجي أنا بس بعمل Select للأسفلت هيدا Surface مسمي أسفلت بلو أنا أوكي بيجي خليني أتحطي أنا بال File اللي عم بشتغل عليه وهو الـ Project بسميه أنا هوني أصفلت صار عندي أنا Surface الـ Asphalt Exported فينا عملها Import خلينا نمحي هيدا السورفلت إذا محيتها ما اختارة بالبني أبدا وما صار شي لأنه بعدها معي فيني إجي أنا هوني على الـ Insert سوري فيني إجي هون على الـ Insert على الـ Land XML وإجي خدع من المحل معناة Destination Folder اللي صف بيتها بيقلبه لك واني أصفلت أوكي؟ طيب هلأ أنا بدي أعمل نفس الطريقة بس هلأ بدي نقل الضوطر بدي نقل الضوطر بدي نقل الضوطر بدي نقل الضوطر يعني بدي أعمل Surface ثاني تشمل لي كل شيء إلا الأصفلت بيجي Surface كمان نفس الطريقة Create Surface هلأ خلينا نسميها هيدا لا أصفلت لا أصفلت لا أصفلت تمام تمام نفس الطريقة بيجي لو هون بيجي بعله بدي نقل الضوطر من Point File Add Plus لأجيب وان أو نزلها عملها Download لحيي هي هون بيجي بنقل Format باللوعناة تمام أعطاني هذي Surface بس هذي Surface هلأ بتشمل كل شيء أنا بدي أفرغها من طبع الـ Road شو بيجي بعميد بيجي على Break Line بيجي على Break Line بيجي على Break Line بيجي على Boundaries 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 هلأ أنا بدي أقول له Hide هيد لشو بيجي على Hide كل شيء داخل هيدا الـ Polyline طيب قليل يا طورة زبطت هذه الطريقة بعمل Select Right Click Object Viewer وخلينا نشوف لحي كل شيء صار معي Surface تانية تتضمن كل شيء إلا لأسفل صار عندي اثنين Surface يا شباب كمانه خلينا نعمل Export لبره لنوأسفلت Export و Land XML هي نوأسفلت بيجي لهوني بالدستيناتشن رح سميه No ASPH حلوه خلينا نشيل هوا كلنا سوا ونرجع الوضع الطبيعي الي نحنا كنا فيه وهو عدد سميه عدد طيب هون مكان مفروض محي بولي لاين طبع الزفد خلينا نجعل جيبه من هون حتى Select Similar كونترول سي. اجي لهون. ارجع انا. اوكي. وخلينا محي هذا البوندري اللي عملته طبعا. اوكي يا شباب. بقى عندي. طيب. نحن هدي كمان. محي هدا الخط. ونبلش هلا. الهلا واضح يا شباب. متمنى اكون واضح كل شيء. لو عنده اي سؤال ما يتردد ويسألني. طيب خلينا نجيب السورفاست. فازا بنجي عقائمة هوم عالانسورت لاند اكس ام ال. بيجي لهوني عالطوب سورت فيما انا محل ما حطيتها. اول واحدة بدي الاسفالت. رح لون اوكي. نزل للسورفاست طبعا الاسفالت. تاني واحدة بدي انو اسفالت. نزل للسورفاست طبعا الاسفالت. صاروا عندي اثنين الاسفالت. لان انا عمل تشيك لكي هنا الوحدي الاسفالت واحدة هنا. تمام؟ طيب. هلأ عندي انا هيدا الالايمنت. هيدا الاسفالت بدي عمله أنا الالايمنت. وطلع منه سمبل لانه close section بيجي. هون. الاسفالت. بديدو انا هيدا الالايمنت. بديدو انا ان تركوها هيدا هذه الاسم. هون ما بديش اعطيه كورف لانه بدي أتركوه اس مثل ما هو بعتلي هي الزميل قاظم. يعني انا هلأ اذا قلت له بمحيل السنترلين جاي مايه بالدرومنج لا ما بدي ما حير رح بلوانوه. نزلي لابلين نزلي كل شي من اوله لاخره. خلينا نشيل كم شغلي منه. باللابل ستايل طبعه. خلينا نشيل هيده. وخليني الزغره شوي لكون واضحة معنا. حتى one. apply. اوكي اوكي اوكي. الهلأ شغل كتير تمام معنا. هلأ مش نعمل شي اسمه sample line. نعمل sample line ليش? لانو انا هلأ بدي نزلي cross section view. بتبين لي هيدا السورفاس اللي انا اشتغلتها هان. هيدا السورفاس اشتغلتها هان. وبعدين لنا نعمل projection. اوكي. فازا نجي هلأ sample line. بلو انا enter. ما عندي قليلا الله مثل هول اردي zero one اللي انا هاملو. هون هم يقول لي انت عندك اتنان surface اي واحدة بدك منهم. انا الهدف اصمتهم اتنان لميز style طبعهم. بلو انا اتنيناتهم. بس هيدا اعطيه غير style اللي انا اعطيه finish. هون هيدا اخد لون مفروض اخضر او احمر خلينا نشوف. احمر. اوكي. وهيدا اخد لون ازرع يمكن. اوكي. بلو انا هول الاتنين اللي بدي ايهون. راح قلو انا اوكي. هون بيجو بقلو buy range of station. من range of station 20 ل 20. برأيي 20 متر كافيين شمال او كافيين يمين لنقوم بساف سايت خلينا نعمل 25 لما يلت left. نعمل 25 لما يلت يمين. بلو انا اوكي وبلو انا enter. نزل لي sample line. نزل لي كل شي. باي. هلا بعد هود sample line. بنا نعمل section view. نجي section. create multiple view. بيجو اللي انت ال alignment عم تشغل عليه هو ال rd01 صح ال simple line هي هادي. هوا ما عندي شي تغيرات. next. next. هون لانه لطلو 25 لفت 25 يمين. اعطاني ايهون. بيجي لهون. هاو دي بتركوه مثل ما هنن. بيجي عن next. هيدا انا البند style انا اشغل عليه. كي انتم حسب شو تعملوا بن style لقلكون. بيجي له انا create section view. بيجي له نزل لي يعني. طيب. فايزا اول هدف كان نحنا بدنا ايه انو ينزل لي ال asphalt لحاله بلون. او ديك الى حال لحن نزل. على عادة انتو بس تيجي تعملوا على section ما بينزل عندكم هاو دي ال slope. كيف بنعمل اهي دي. بوقف انا احيال له section من هاو دي section. بعمل right click بيجي section view group properties. بيجي انا على change هون. مش عال section. section. لفصل لكم الشهر. section. اذا section view كل شي عمشوفه بال section. اذا جيت عال section هو اللي بتتضمن بهيدا ال window اللي هون الصغير بس. اوكي. فاذا انا بدي ايجي هلا انا بدي ايجي لكم كيف بتبينه ال grade اللي هون. اللي هي موجودة بال section. section بال asphalt. بال style. بيكبس عليه. وبيجي لهون يا على edit. سوري. جعنا ضيعنا. section view. بيجي على change لهون. انا انا هلا ضيعنا. سوري. بهيدا. سوري بال label set. اوكي. لحيهم. نجي نحنا عال section. انا ال view بقلب هيدا ال window الصغير اللي فوق مش بقلب البنز. اني موجودين بال section. بيجي عشي اسمه بال label set. بيكبس عليها. هون اعطيني no label. بقل له انا هون بال edit. بيجي. وانا عطيني هو كزا option هون بال type major offset minor segment grade break count. وانا نزلت له segment. نزلت السجمنت. وانا بدي ال percent grade. وجيت له هون ها ال percent grade. وشو عملت؟ عملت له ال edit لهم طبعها وهيك. طب انا هيدا بالاحمر هو موجود عندي طبع ال existing. فاني خليني نعطيها لهم احمر. ونتركها 0.5. بيجي له انا اوكي. بيجي له انا apply. طب هيدا انا خلصت هلا. طبع شو? خلصت طبع الزفت هلا. بدي اشتغل اللي منا لقمنا ضامة الزفت اللي هي تاني surface. نوع اسفل. بيجي على label set. بيجي على edit لهون. محل ما عندي no label. بيكبوس. وهي نفس الطريقة ما تبقلت لكم. تجو على type. بتنقو انتو segment من السجمنت. نقو percent grade. احيي type. والpercent grade. بيجي لهوني. هاي دي ازا انا هلا غيرتها احمر رح تتغير معي كمانة بالطبع السفر. احمر اللي بعملو بيجي برعمل right click هوني. بيجي له انا copy current selection. بيجي بسميه percent grade هوني no asphalt. لانه انا بيجيه بعيد. انا او تركت عمل بلا edit. هيدا ال label هو زيته عم يتاخد بالاسفالت وبالنوع اسفالت. انا بدي بالاسفالت بقى احمر بالنوع اسفالت بقى ازرق. او غير اللون بدي اعملو copy current selection. اعطي غير اسم. بيجي لهون اعنا على layout. بيقبص على اللون اللي بدي نقي. اعطي نون الازرق. احلو انا اوكي. احلو انا apply. احلو انا اوكي. اذا انتو هلا صار فيكم تيجي تطلعوا. كنت انا اخد percent grade. للا existing. للا اسفالت. بهاي دي انا اخدت له اي دي تاني واحدة. اللون apply. احلو انا اوكي. 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 منيجي نطلع. اعطانا الالوان البدنية هون. الانية اكيدة. اذا فينا نضبط الفيديو طبعا بهالطريقة هيك. او فينا نفوت من جوة. زغر اللابل البدية. خلينا ارجع على ال 750 اللي هو اوضح شوية معنا. وفينا نزغر. طيب هلا بيقى عندي شغلة. بيقى عندي هون. مطلوب مني نزل البلدينجز اللي هن شمال ويمين. كيف نعمل اهده؟ اه من اجي على الهون. من هون عالسكشن فيو بيجي بيقول له بروجيكت اوبجيكت مالتيبل سكشن فيوز. هاي دي جديدي علينا وعليكن خلينا شوفها سوا. باللون واحد. بيقل لي سلكت يا سيمبل لاين. او حيال لا سكشن باللون هزيسكشن طلعوش فتح لهم. احلي قائم تتضمن. أول شي بروتوكول بروتوكول هو اللي عم يقلي انت بالسامبل لين اللي عندك بدك كل شي ضغري على السامبل لين ولا بدك تاخد قبله بشوي وبعده بشوي اللي هي هيدا الويندو بالجراف اللي عندي عندي بطريقة عندي بطريقة by distance اللي هو شو عم يقلي اللي هيدا الخط هو السامبل لين إذا بدك بس اللي قاطعين على السامبل لين حط زيرو حط زيرو انتبهتو؟ إذا لا بدك قبل السامبل لين بخمسة وعشرين بالمية من الشمال واليمين خد لي شو فيه او by distance انا الفضل by distance حطى 10 مطار هيك حيلا شي على السامبل لين قبله بعشر مطار او بعضه عشر مطار بي نزلي على كروس سكشن طبعا السامبل لين نجي على طيب شو هو شايف بقى البدروين هو منو شايف شايف بقى البدروين هلا points منو شايف لو انا مفضل points ما بدي ايهون ما بدي ما بدي ما بدي عندي 3D buildings هاو دي بدي اعمل لون انا هاو دي بدي اعمل لون انا بتروك 3D buildings بيجي على source layers بتطلع هود منين جيين جيين من layer اسمه buildings عندي 8 بروح على الاخر لهون على edit output خليني افرجيكم ايه اوضح edit output display بتقبص علي هون انا كل واحد بواحد وبعمل له edit يا عالكل فانا اذا بدي اجي عالكل crossing marker يعني النقط هو بالنهاية sample line انه عم يعمل cross بالعرض عم يقطع ب points ميقطع بهذا ال building عم يقطع ب points هادي ال point بدكيها كيف يكون ال label طبعا خليني نتركها basic ونفوت لهوني بس منزغرها ونحطها نقطعه ما تبين معنا على cross section فيني نقيها هادي مع هادي سيبها تبين معي شيء بس خليني نتركها نحنا points صغيري بجي على crossing label انا ما بدي label او بدي رح اترك هادي label الا بلكون هادي label شو اوكي بلو انا هوني در رايح على الاخير على elevation هال elevation مش عالول مبنى هيدا ال elevation هي بس ينزلي هيدا ال object على cross section البطن طبعه كابل هال object بك تربطه بشو خلينا نشوف بال manual انا فوت له على elevation او ب surface منقق على surface بما انه هني هادي برات الزفد انا رح اربطه على surface اللي هي برات الزفد انه اسفلت اوكي بلو انا اوكي خلينا نجي نشوف هلا في buildings تاخدوا بلدنك بتاخدوا هلا بقلكون له رح قلو انا اوكي طيب خلينا نشوف نحنا الحالات اللي اتاخدهم اتاخد حالة واحدة هوني بلدنك اللي هي على station 150 اقرب شي اخد 150 ميلة اليمين اللي هي هاة طب هاو دي لما اخدهم لما اخدهم لسبب واحد هاو دي 3D polyline رسم لنا اياهن الزميل وباعتهم اذا بكبس عليه 3D polyline بينما هال هن polyline عادي ما بيبينه لانه هو بالنهاية عم يشتغل cross section تشتغل 3D بس اكيد فيه طريقة مبينة خلينا نشوف هوني قبل لنضبط ال label كيف طلعت معنا هيك خلينا نيجي على هال section اللي انا هم بشتغل عليه هون هال section هو عادة بيجي بنزل لي point بس هون هيك بنزل لي label طلوع لفو انا كل اللي عملته اذا جينا على section import section properties جيت هوني على 3D building جيت لهون بال label قلت له standard بال standard كل اللي علينا نعمله يا شباب اول شي text height عملته zero point two text الكتيبة هي شو وجيت لهوني بال content شو قلت له بال content انا بدي source layer انه هن layer building فانا جيت قلت له انا خدلي من هون source layer خدلي هون لكم هون هون جين بنزل لي هو كتيبة على layer اسم layer اللي هو buildings فيني كان فيني زيد عليها كمان ها فيني خليني نفرجيكم ان شاء الله فيني زيد عليها انا مسلا offset crossing elevation مصلا عمي قطاعي elevation أو source elevation أو source offset خلينا نعطيه الوقتين source offset يعني ادي offset عن center line هذا بعيد انا عن center line تمام وبال project هنا بال component name عندي شي اسمه line line معقول يفتح معكم بال percent length لا حطوه fixed length وفينا نطاوله قد ما بدنا مثلا هون انا حطوه صاري fixed length هنا نحطوه ثلاثة مطار يكونوا علوه ثلاثة مطار تمام هيدا اللي هون هيدا يكون ثلاثة ها ها اذا حطيته هنا عشر مطار طلعوا طويل لل line خلينا حطوه مثلا مية لجوا دسار اللي م انا هيدا اللي مدهي بمسلي لميت بداع انا بدي اعتبره انو هيدا بمسلي لميت البلدنج فانا خلينا نحطو ثلاثة مطار او خمس مطار قد ما بات ما خلينا نحطو خمس مطار لانغير شوي تمام حطا هنا خمس مطار برجع برجع هلا انا على ال projection text تاكست اللي بدي ايه انا هون فين يضبط بال offset طبعه اذا انتبهتو انا حطوه مينيس 50 يعني هيدا التاكست طبوه هلا اذا انا بحطوه 0 لايكو بديو طلع ما يطلوع شفتوه وان صار لايكو وان صار صار هوني فوق طلوع طيب خليني انا اجي حطوه ارجع مينيس 50 واللي انا اطلاي اوكي 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 هوني هوني عملنا له هوني هوني شو قال لي هوني لما انتبهتو قلتلو انا بدي ال offset قال لي انت بعيد 10 مطار و 14 تمام هاكو نحن نزل ال projection كيف نعى projection لال object يبقى هنا مثلا هذا ال building هذا ال example هذا ال building انا ما نزل معي بال cross section لسبب ان تركونا هذا polyline كتير مني تعا نحاوله feature line نجي بنقول هوني feature line from object بلو انا هيدا بدي ايه feature line بلو انا enter هيدا ما تمحي لي بس assign elevation بداعطي elevation طبعا رح له انا اوكي اعمل elevation بداعطيها من السرفس الاسفال او انت بتعطي elevation انا بداعطي elevation دعا تبرو هيدا علوه 15 متر رح له انا اوكي تمام هلا بجي على section view object project object عم يقل لي نقي sample line او حيالة cross section رح له يغيي خلق اوكي بلش لي من هون شو عندي هون شاف لي feature line شاف انا عندك feature line جديد اللي هو هيدا انا هادي عملت لهم ال buildings عملت لهم projection اصلا ما عندي points ولا solid ولا بلوك ولا شيء من هادي عندي بس انا هلا feature line هيدا feature line خلينا نفوت نعمله setting نجي على crossing marker نترك له اياها نحنا basic مثلا نحنا حطيها و standard هي اوكي خلينا نفوت standard منيجي لهوني على elevation ربط لي اياها بالنوع اسفلت نقول له انا اوكي مجي باللون اوكي خلينا نشوف نزلي على station 1 وطلوع نزل نزلي هون شو اخد اخد setup profit لا اخد setup profit او انا بالcomponent ما حطيت له انو انا بدي بالlayer انا عم بعمل setting لحو هون اذا بتنتبهوا اعطاني هيدا بالstation 25 اعطاني خطين شوين الخطين بال25 لانو تطلعوا هيدا الخط 25 شايف هيدا line وشايف هيدا line اعطاني يهون اوكي يا شباب هاكي بتكون واضحة صارت عنا كيف ندل نعمل ال projection لحيال ال object على cross section شاء الله تكونوا عم تستفيدوا بتمنى دعمكن ولايك وشير قدمة فيكن